في أربع مشكلات أو أربع سمات أو أربع تحديات بيكتروا في جواز المخضرمين آه أنا بحب الاسم ده زواج المخضرمين اللي هم الأساتذة أنا يا سعد بسميه إما زواج المخضرمين أو زواج الأساتذة اللي هو بيعتبر نفسه أستاذ في الجواز بس في الحقيقة فيه مشكلات عنده أول حاجة بيقل التعبير عن الحب مع أن ده احتياج أساسي في الجواز بين الطرفين وكمان هو جزء أساسي من المواد ده والرحمة فأحيانا بيكون سبب ده تعالوا ركز في المفهوم ده ولأن احنا بنتكلم عن الكبار مش هنتكلم عن مفهوم الصغيرين بيبقى السبب في ده حاجة اسمها العاشم بس العاشم هنا بيبقى زايد قوي فالزوجة تفضل تنتظر مثلا أنه يبقى الزوج ده أبوها من أول ما تجوزت بمتظر أنه يحن عليها ويعوضها حنان أبوها وتفضل تقول إيه أيوة كده استنوا كده هو خلاص إحنا بقى لنا خمس سنين عشر سنين أيوة بقى له سبع سنين في السبع سنين دي إيه اللي هيحصل خلاص هو يحس أنه هو أبويا وإيه اللي حاصل فيعوضني حنان أبوي فيبقى العاشم هو منتظر بقى إن إيه لما تقدم في الجواز هتبقى دماغها زي دماغ والدته فالعاشم تاني حاجة التوقعات والنمازج المختلفة كل واحد عنده توقعات ويكتر دايماً أنت عايز تعرف مقامي بص علي وسط الناس سواء راجل أو ست فكرة التوقعات بتخليهم يتوقعوا إن هم فاهمين بعض يبقى إيه اللي حاصل لما يبصوا البعض في وسط الناس تكتشف إن هم فاهمين بعض وإن هم مش محتاجين إن هم يتكلموا ثم يكتشفوا إن هم مش فاهمين بعض للأسف وهم بيتوقعوا إن كل ما الجواز بيقدم كل ما هم بينضجوا بمجرد مرور الوقت أعيد الكلام تاني مهمة قوي الناس بتفهم إن هم بينضجوا في الجواز بمجرد مرور الوقت الكلام ده مصصح النطج حرص وتعلم وممارسة وتعديل النطج حرص واحد مركز وتعلم وممارسة وايه؟ وتعديل مفيش ده والله لو بقوا ممية سنة مش هيحصل كده وإحنا قيلين الحلقات دي حلقات إيه؟ بل الإنسان على النفسية بصيرة وإن إحنا محتاجين نعزز شوية السلوك الإيجابي ما بين الزوجين عشان إيه؟ عشان تكافوا على التصرفات الإيجابية ويوسني عليه عشان ما يحسش أنه إلا في وسط الناس لأنه هو عنده توقعات الحاجة التالتة الزوج عنده متطلبات والزوج عنده متطلبات واحتياجات وكل واحد فيهم محتاج للطرف الآخر إنه هو يقوم بدوره ففي بعض الأحيان إن الاحتياج والمتطلبات الزوج عنده طلبات والزوج عنده احتياجات فهو عايز يأخذ وإيه عايز تأخذ نجيب حد من بره يديه ممه الاتنين هي عايز تأخذ إيه؟ تأخذ اللي يخليها تحس بأمان وهو عايز يأخذ إيه؟ اللي يحسسه إنه هو مبسوط الهدفين مختلفين فلما يفضلوا كده يبقى لهو مبسوط ولا هي حسنة بأمان أفوا سبحان الله أمر صعب أوله لكن شوف سلوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سلوك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم سلوك مطلق ليس فيه رد فعل أو بناء على حافز أو مكافأة زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأ فهو عنده مبادرة من نفسه وفي نفس الوقت لا ينتظر المكافأة من الآخرين ومن باب أولا ما كانتش ينتظر مكافأة من السيدة عائشة ولا من حد من زوجاته كان يفعل الفعل من غير ما ينتظر مكافأة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد السيدة عائشة في النظر إلا أحباش كمان زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع حداشر قصة من السيدة عائشة وفي الآخر قال لها كنت لك يا أبي زرع لأمي زرع إلا أنني لا أطلقوك يبقى إلا حصل ببساطة خالص حضرت النبي ما انتظرش انه ترد عليه السيدة عائشة فقعد يسمع وفرغ ليها وقت وتكلم في الوقت اللي ينبغي انه هو يتكلم فيه عمل كل حاجة بحرص حضرت النبي بيعلمنا ايه ازاي يكون الزوج ناضج حرص تعلم بعد التعلم ايه ممارسة بعد الممارسة ايه تعديد انه هو يتكلم في الوقت المناسب وطمنة وكل ده في عبارة واحدة فده يجي من امتى لما نستعمل ان احنا بنقوله ده هنا بقى في الحديث عن عوامل مهمة اوى 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 شوف حضرت النبي التوقيت في الكلام وطول الكلام هي طولت في الكلام فانصت ووقت الكلام اللي هو اتكلم فيه وخلاصة كنت لك كأبي زرع كأم زرع وخصوصية الاعلاق الا انني لا اطلقه هو دوت النطق هو دا النطق ترجمة نانسي قنقر